أحياكم الله أيها الأخوة والأخوات العلم ومع العلم نمضي وفي هذه السلسلة وفي هذا المشوار العلم في الإسلام ليس حكراً على طائفة معينة بمعنى أنه كل واحد ممكن يطلب العلم لكن لا يصبح عالماً إلا طائفة معينة كتب العلم متاحة للجميع حلقة العلم الآن مبثوثة إذا أنت في بلد ما في مشايخ وما في علماء عندك الشبكة والدروس شغالة وما في عذر العقيقة ما في عذر حتى المتخصص في العلوم غير الشرعية في الطب في الهندسة في علم الأرض في أي مجال من مجالات برمجة تقنية ممكن جداً يطلب العلم ما يقول والله هذه شغلة طالب الشريعة كلية الشريعة أنا لست طالب كلية الشريعة لا يا أخي هذا الدين تبع الجميع ما هو تبع فقط كلية الشريعة تحصيل العلم واجب من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلىها كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر يعني تروح للأدنى ليش يا أخي عندك الأعلى الإسلام لا بد أن يخدم بطلبة العلم الشرعيين أن العملة نادرة هذه الآن حقل الطب يحتاج إلى فتوى مسائل التقنية تحتاج إلى فتوى مسائل في الهندسة تحتاج إلى فتوى مسائل في أمور أمور كثيرة متعددة في الطب وفي الهندسة وفي البرمجة وفي التقنية العلوم الشرعية تدخل وكثير من الطلاب الذين يدرسون في جامعات ليست في تخصصات ليست من العلوم الشرعية لما يدرس العلوم الشرعية يحبونها ويقبلون عليها وتنشطهم وتكون لها أثر فارز فيهم في الأسكندرية مجموعة من الأطباء نهلوا من العلوم الشرعية وكانوا مثلاً للأطباء أن الطبيب يمكن أن يصبح عالماً من علماء الشريعة لا شك أن المشغول بغير التخصصات الشرعية لا يملك من الوقت لدراسة العلم الشرعي مثل المتفرغ للعلم الشرعي هذا نحن نعرفه هذا واضح من الواقع لكن يا أخي لو ما كان عندك تخصص شرعي فإن هناك أمور فإن هناك أمور ينبغي عليك الالتفات إليها والاهتمام بها اعلم أن الواجب على المهندس والطبيب والذي يتخصص في الرياضيات والكيميا والكمبيوتر والهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائية وتخصص في التقنية عليه أن يتعلم ما يصلح به عقيدته وما يقيم به عبادته وما يفهم به كتاب ربه وأحاديث سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الدارسون في المعاهد والكليات يا أيها الدارسون عن قرب وعن بعد يا أيها الدارسون في كل التخصصات اعلموا أن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال طلب العلم فريضة على كل مسلم اعلم يا أيها الطبيب الذي تدرس في مراجع الطب الذي هذا سمكها والكلمات الطبية الذي هذا طولها أسماء المركبات والأدوية والأمراض اعلم أن نبيك عليه الصلاة والسلام وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم وعلم أن من أكبر العيب أن تفقها في مصطلحات الطب ومصطلحات البرمجة ومصطلحات التقنية ومصطلحات الرياضيات DIFERENCIALegen Liberal Equation أح أسماء يلا Earth Quake Prediction أسماء يلا ومركبات كيميائية وأشياء Standard Deviation نحفظ مصطلحات هالطول وبعدين يعني تجي على كلمة في القرآن فذكر به أن تبسل نفس تبسل ما معناها لا يوجد جواب أنت تحفظ مصطلحات مصطلحات في الجيولوجيا ومصطلحات في الفيزياء والفيزياء النووية وكيميكا الفرابي وأشياء وكلام وبعدين تجي على يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات إيش يعني قتات يا أخي ما في ليه لماذا هذا واقع صحيح هذا واقع صحيح المصطلحات المصطلحات يعني هذه أسماء حتى لو أسم برنامج طويل أو شيء في البرمجة طويل يفهم يفهم تعال قل له إيش هذا البرنامج إيش هذا البرنامج يفصل لك ستوديو ماكس ستوديو ماكس فصل لك ستوديو ماكس إيش هو ويفهمك البرنامج وبعدين تقول له يا أخي هذه آية من كتاب الله يعني مثل ضربه الله الله قال في كتابه أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعند تجري من تحتها النهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت كذلك إيش المقصود في المثل ما أدري ما أدري لماذا؟ لأن ما أعرنا القرآن والسنة الاهتمام الكافي ما أعرنا الاهتمام الكافي من عمل عملا ليس عليه أمرنا وبعدين تعالوا وقل له أيضا في الضمائر في الضمائر في القرآن فجعلناها نكالا فجعلناها ممكن تعود على إيش؟ على القرية على العقوبة المسخ فجعلناها نكالا طيب التفسير لماذا؟ ليس عندنا اهتمام يا أخي عندك التفسير الميسر المختصر في التفسير زبدة التفسير تفسير الجلالين تفسير السعدي ليه؟ لماذا؟ الأربعون النووية عندك علم بها؟ يعني الإمام النووي هذا الموسوعة اللي يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث والطرق والمقاطيع والمرسلات والموقوف والمرفوع وال... يعني لما راح اختار لك يا مسلم أربعين حديثا نظر إيش أهم أربعين حديث عليها مدار الدين وجعلها لك في الأربعين نووية يعني أقل منها يا مسلم أقل منها يا مسلمة أن تعرف معاني الأربعين هذه؟ تعرف ما هو نصها وما هو معنى يصير يعني وبعين زد روح لعمدة الأحكام بلوغ المرام في أحاديث الأحكام روح لرياض الصالحين واذهب توسع واذهب إلى الكتب وبعدين روح على الجمع بين اذهب إلى فيما اتفق عليه الشيخان وبعين روح إلى الجمع بين الصحيحين واذهب بعدين تبحر كتب الفقه طيب في مختصر خليل متن أبي شجاع فقه الشافعية في فقه الحنفية قذوري عمدة بن قدامة زاد المستقنع طيب على الأقل ناخذ كتاب كذا معاصر مثلا الفقه الميسر مثلا الفقه الميسر في الفقه الميسر على الأقل طيب أصول الفقه كذا يعني مثلا مذكرات في أصول الفقه ولو ابتدائية أنا أعرف مسلم ما أعرف يعني إيش يعني ناسخ ومنسوخ ما الله قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها إذا نسخ الله شيئا ما أعرف أسباب النزول أنا ما أعرف لا الخاص ولا العام ولا أعرف إيش يعني نص مطلق ونص مقيد مقيد للمطلق لماذا؟ بينما تجد يعني في كذا يقول لك مثلا ABC البرمجة ABC الطب ABC هندسة كذا ABC التخصص الفلاني ABC روح افتح في جوجل ABC تحصل كلها يعني مبادئ الرياضيات مقدمات الفيزياء ABC احنا ما عندنا يعني ABC كذا استعارة ABC تبع أصول الفقه ABC تبع مصطلح الحديث ABC تبع يعني اللغة العربية الفرائض يا أخي مس على الأقل افهم آية الفرائض افهم كذا الزوج إذا ماتت الزوجة ماذا له في أولاد ما في أولاد الزوجة مات الزوج إيش لها في أولاد ما في أولاد الذكور الإناث كيف الأبوين كيف الأب والأم إذا في مات الولد عنده زوجة وأولاد عنده أولاد طيب كل واحد له السدس إذا ما في الأب له ثلثين الأم لها الثلث وعلم الفرائض علم اللذيذ يعني والكلالة اللي ما له أصول وما له فروع جاء حكمها في القرآن الكلالة طب تفهم واحد يفهم إيش معنى الكلالة في ناس ما يعرف أصلا الكلالة هذه إيش هذه كلمة في سورة النساء وردت الكلالة يا جماعة معقول كذا يكون إحنا عندنا جهل ما نعرف إيش هي الكلالة ما نعرف ما هي القروة ما نعرف ما هي كلها كلمات قرآنية عليها تقول الواحد يقول الله فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن ممكن تقول إيش الفرق بين يطهرن وتطهرن ممكن تعني تعرفنا يا مسلم ويا مسلمة أنت المخاطبة أيضا أنت الذي يقوم بك العذر والحيض إيش الفرق إيش معنى حتى يطهرن فإذا تطهرن فالعلماء يقولون مثلا يطهرن منطهر الثلاث يعني انقطع الدم وهو شيء يحدث منها بغير جهد ولا مشقة وإنما هو جبلي طبيعي فطلي لا تتعاطى فعلا من أجله ينقطع الدم فإذا تطهرن تطهر الخماس شيء فيه جهد ومشقة وهو الغسل بفعل منها فذاك بفعل ليس منها يطهرن انقطع الدم وهذا بفعل هو منها تطهرن واغتسلت فإذا صار الأمران جاز إتيانها ما يجوز إتيانها إذا ما انقطع الدم ولو اغتسلت وما يجوز إتيانها إذا اغتسلت وما انقطع الدم فإذا لم تغتسل ما يجوز ولا منقطع الدم فإذا لا بد من الأمرين انقطاع الدم والاغتسال حتى يجوز تفهم على الأقل الحكم من رب العالمين وما حد طلب منك يعني لازم تهجم على كتب العلم وهذه المجلدات وتفهمها كلها في شهر يا يونس الزهري يقول لتلميذه ابن شهاب الزهري محمد يقول ليونس بن يزيد يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام يقول عندك عالم إذا والله جاورت عالما والله هذا الغنيمة إذا في حيك عالم لبلدك عالم هذا الغنيمة نعرف قيمة العلماء وإلا تتواصل معهم اتصالات رسائل بالمواقع اسأله عما أشكل عليك من أمور الدين استفتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون استرشد طالب العلم يدل مثلا نحن طلبة العلم ممكن ندل على العلماء نقول يا أيها الناس والله يعني استفتوا فلان هذا عالم هذا شيخنا فلان وإذا وجدت طالب علم متخصص يا أخي يدلك على كتب يعني تقول له اشرح لي هالعبارة بالله يتشرح لي هالعبارة صاحب علم متخصص فاهم يشرح لك ما يشكل عليك يشجعك أن تمضي في الطريق ما تجد مستغلقات وتتوقف لو واحد شاف جملة ما فهمها في الطب ولا في الرياضيات ماذا يفعل يعيد ويروح يدور على مقاموس عيان يفسر ويروح يسأل البروفيسور الدكتور متخصص يروح على ويكيبيديا يروح على يروح على الجوجل يروح على مدري يش يدور يدور يبحث عندنا وسائل والله ما يحاسبنا وبعدين في مجالس علم تحصل في دورات شرعية ما نحضر ثم لابد من المواصلة والاستمرارية أنت يعني من دخل في مجال الآن ليدخل في الطب ويبغي يخلص أول شيء سنة والامتياز وما أدري بعدين يصير الطبيب مدري مقيم مدري طبيب عام مدري طبيب مقيم بعدين يروح في تخصص يتخصص طبيب كذا أخصائي مدري إيش بعدين يروح طبيب استشاري كله عنده زمالة بورد بورد الألماني والبورد الكندي والبورد ويفاخرون بالبوردات وطيب والعلم الشرعي العلم الشرعي لا تقول أنا هذه مو شغلتي في مشايخ علماء لا هذه كلنا مسؤولون كلنا مسؤولون عن هذا الدين كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه فعزم على تركه قال خلاص ما في فائدة فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء في الصخرة قد أثر الماء في الصخرة أنا نشوف هذا المشهد فقال الماء على لطافته يعني الماء رقيق ما له كثافة عالية ما هو مثل العسل ما هو مثل ما هو ثخين ما هو غليظ قال الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها والله لأطلبن العلم فطلب فأدرك في واحد قال أيضا يعني رأيت نملة تصعد على الجدار تسقط 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 وكل شيء تطلع مسافة أعلى من التي قبلها مسافة أعلى وما تركت الصعود يقول أنا أتأملها وأنا أتأملها يا أخي هذا النمل والله نتعلم نحن من النمل النشاط والمواظبة والاستمرارية بل حتى الاحتيال للوصول إلى الشيء يعني أنك تخترع طريقة يقول يعني عندي عسل هلكني النمل يقول فوضعته في صحن ووضعته في طست من ماء في وسط الحجرة وضعت العسل في صحن وضعته في طست من ماء كذا يعني مثل بركة صغيرة وضعته فيه في وسط الحجرة ثم جئت فوجدت عليه النمل ها كيف فنظرت يعني لأن بعض النمل أحيانا يوجد نمل يعني فدائي فدائي يروح يدخل وبعدين يموت بعدين النمل اللي بعدها فوق هذه ثم النمل اللي بعدها حتى تصل فيصيل عندك جسر من النمل الفدائي الذي مات من أجل أن النمل الذي بعده يعبر عليه هذه طريقة يعني نقول هذا ما وجدت نمل في الماء ولا حول الصحن بس وجدت في الصحن نمل كيف كيف يلا أقول كيف فكر فيها يقول فإذا هو يصعد على الجدار ثم يمشي على السقف فإذا حاذ الصحن سقط عليه ترك نفسه وقع عليه ما قال كيف ما نستطيع نصل غذاؤنا ضاع لا أمة تشتغل ما نتعلم منها نحن ما نتعلم منها يقول أحد الحرفيين يعني يقول كنت شابا أميا لا أعرف أي شيء غير أني صاحب ورشة تصليح سيارات حضرت يوما نقاشا بين مسلم ونصراني حول عيسى عليه السلام فقلت من عيسى هذا ما هي بلده ما هي صنعته فقال النصراني للمسلم الذي يناقش انظر هذا مسلم لا يعرف شيئا عن عيسى قال صاحب القصة فلما علمت أن عيسى نبي من الأنبياء خجلت من نفسي وقررت أن أتعلم فذهبت إلى محفظ القرآن في قريتي واتفقت معه أن أذهب إليه يوميا فصرت أذهب إليه من بعد انتهاء العمل أغلق ورشتي أكل بسيط وعلى الشيخ على طول وبقيت سنة كاملة لا أتخلف عن الدرس مهما كانت الظروف فعلمني أولا ترى جمع هذا أمي ما يعرف شيء واحد صاحب ورشة صنايعي مصنعجي تبع ورشة قال فعلمني حروف الهجاء ثم علمني القراءة والكتابة ثم أصبحت بعد ذلك طالب علم أقرأ الكتب وأتعلم وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام ولا عزيمة حرص مداومة إخلاص طريقة صحيحة منهج سليم فقات تدرس على أيديهم يرشدونك طبيب يدام في المستشفى من الصباح للعصر وبعليه عنده عيادة خاصة ومع ذلك قال آليت على نفسي إلا ما أدخل في العلم الشرعي وعندي ارتباطات أسرية وعندي ارتباطات اجتماعية يحتاج مجهود أغتنم أي وقت قبل النوم حتى لو نص ساعة قبل النوم في الإجازة آخر الأسبوع صار 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 واحد اشتغل في مصنع من الثامنة صباحا إلى الخامسة عصرا وعمل شاق يرجع مجهدا ينام يرجع يرتاح ينام يهب إلى طلب العلم طالب في الجامعة طالب في الجامعة أدركنا طلابا في الجامعة تخصصات غير شرعية كيميا وفيزيا ورياضيات وعلم الأرض والهندسة الديناميكية هندسة يلا يعني ثيرمو دايناميكس ايش يدرسوا ميكانيكا 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 مثيمتيكس كله كورسات ما لا علاقة ما بروغراميك ايكونوميكس مايكرو ايكونوميكس ماكرو ايكونوميكس ومع ذلك يحط الكتب في الخزانة تحت السرير يدرس يقرأ يتصل على المشايخ العلماء طالب ممكن يقف في الدور يعني في الدور يقف على الدور اتصالات ما كان من زمان فيه جوالات ادركنا طلاب يقف يعني يقف في الدور ساعة حتى يجي الدور على يتصل على الشيخ ويمكن يطلع التليفون جوال يعني رقم الشيخ مشغولا ويعود الاتصال ويرجع يمسك دور مرة ثانية حتى يحصل على جواب سؤال ما عنده حوالي علماء الذي يريد الذي يصدق مع الله بعد أنت تتعلم دين من يعني أنت تتعلم كتاب من كتاب فلان ونظرية فلان في الرياضيات ولا من نظرية فلان في الرياضي لا أنت يعني ليست هذه مجرد والله هذا يلا برمجة لغات البرمجة ASB يلا لغات البرمجة من زمان من أيام الكوبل كوبل كومون بيزدستريال يلا يلا ويمشي في البرمجيات وتابعوا آخر ما توصل إلي علف البي بي اتش بي بي اتش بي برمجيات ناس وتابعوا إيش طلع آخر وبعده ونحن الآن يعني في نوازل يا جماعة أنت لو قلت لا يعني الدين ما يتطور لا لا مش الكتاب والسنة هو هو وإقوال الصحابة هي هي بس ما في نوازل أي شيء أطفال الأنابيب أي حاجة من عالم الأسهم هذا الأوبشنز تشتري في الأسهم هذا ما هي نوازل إيش حكم شرعا هل نطلع على على المسائل المستجدة إيش قال العلماء فيها والمجامع الفقهية الله يعني اتحال أنا أطلت عليكم لكن لأنه شيء موضوع فعلا أحيانا نحز في النفس أنه يعني الدين أحكام آيات أحاديث وبعين فيها جهل ويمكن لو يعني تعلم إخواننا وأخواتنا يمكن كثير من مسائل يجدونها يعني بالتعلم يجدونها ولا يحتاجون بس في مسائل طبعا لا بد أن يسأل عنها ويستفتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين